اشتركوا في القناة في الاولي جماعة عايزين نقول ان احنا مكملين قصة المالتيبديكيشن اللي احنا خدناها اللي فات ويلا على طول ندخل في الافكار بتاعة اللي سن النهار ده من خلال الاكزامبل وبيقول لك لو انت عندك اكزامبل بالشكل ده وعندك اكوشن وادل الساتمنت بالشكل ده معاك وبيقول لك 3 times greater than 5 فاكريين لما قلنا حاجة زي كده كاكوشن هنكتبها ازاي؟ طيب هتبقى بالشكل ده ان 3 times 5 equal كلنا عارفين انها equal 15 طيب امال ايه اللي احنا كاتبينه ده احنا كاتبين السامبل ايه؟ طيب فاكرين يا جماعة لما اخدنا قصة البار موديل وازاي بنحط سامبل ليه الجزء اللي بناقص معاك؟ دي نفس الفكرة بيقول لك انت عندك 3 times greater than 5 اللي هي 3 times 5 از يعني از واحط هنا سامبل كان ايه كان واي كان ام اي سامبل ممكن احط ام اهو اي سامبل تمام؟ واحنا على طول بنبقى عايزين نشوف مثلا اكوشن زي كده عايزين اوله سؤال معانا عايزين نعرف طيب الام دي الفاليو بتاعتها كام؟ طبعا كنا نحافظين ان الفاليو بتاعتها تبقى 3 times 5 equal 15 اوكي؟ يبقى هنا عايزين نفهم مفهوم جديد ان احنا لو عندنا جزء انون بنبدأ نديله سامبل معين اي سامبل اي لتر اكس واي ام ان اي سامبل تمام؟ ونبدأ نحط الى كوشن وصلنا ونبدأ بقى نعرف احنا هنطلع السامبل او الجزء الانون ده ازاي؟ طيب تعالوا نشوف الى اكزامبل الى تحت مثلا قالك 12 is نقرأ كده احنا منقرأ يا جماعة لستيتمينت كده وعلى طول بتترجم لشكل الى كوشن يعني 12 add 12 is يعني equal 6 add 6 times يعني ما تبلعي times any as many as يعني عايزين بقى هنا نشوف يا ترى هتبقى هنا الجزء الى نقص ان احنا عايزين نشوفه ايه النمبر ده نقص معانا ايه طيب احنا نديله اي سامبل كمان هنا مثلا اديله السامبل ام اكيه يبقى 6 times ام وهنبدأ نشوف طيب ام دي هنحسبها ازاي؟ طبعا انا عارفة كلكم الشطار ونقدر نحسب ام زي كده على طول هتتحول لديفجن معانا ان 12 divided 6 طبعا كلنا هنبعارفين انها equal 2 يبقى 2 ده الفاليو بتاعة ام هنا فاهمين قصدي؟ طيب من خلال اجزامبل الدنيا هتبقى واضحة جدا معانا تعال نشوف ازاي بصوا كمان ده الشكل ده طبعا اول ببشوف رسم زي كده بفتكر البار مودل مع بعض بس هنا بشكل مختلف او بمفهوم مختلف واحدة واحدة هنفهمه مع بعض بيقولك هنا how to solve multiplication comparison equation هنبدأ عندنا شكل الéquوشن وبيبقى عندنا جزء ناقص منه يعني هنا عندك كان بارت عندك 6 و 3 و 2 هتلاقي الéquوشن هيبقى فيه اي بارت او اي جزء من ده ناقص وانت بتبدأ تحسبه طيب مبدئيا فيه تعريفات كده ومساميات مهمة لازم نبقى فاهمينها دايما ال6 ده بيبقى اسمه product حاصل الملتيكيشن ده كده اسمه product وسواء 3 او سواء 2 بيبقى اسمهم factor اوكي طيب لو احنا بقى عملنا شكل triangle المثلث بالشكل ده هقولك فوق بيبقى موجود product وتحت بيبقى موجود 2 factors بتوعك يبقى اذا انا افهم من الشكل ده ان اللي فوق دايما اللي هو product ده اللي هو 6 مثلا في الاجزامل ده دايما بيبقى equal لحاصل او ناتج الملتيكيشن العملية الملتيكيشن بتاع الفاكتور ده والفاكتور ده زي هنا مثلا في الاجزامل ادي 6 times بتبقى equal طبعا دي 3 times 2 طيب تعالوا كمان نشوف شكل بصوا هنا يا جماعة هنا عاملك شكل العدسة ده معناه ده الجزء اللي مش عندك الجزء اللي عندك ده بيبقى فوق هنا مثلا في الاجزامل ده وفي الشكل ده فوق طب ما احنا لسه قايلين ان اللي فوق ده اللي هو product دايما بيبقى عبارة عن حاصل الملتيكيشن او ناتج الملتيكيشن بتاع الفاكتورز اللي تحت يعني انا لو وديت اللي فوق ده sample m هقول هو equal 3 times 2 تمام يبقى ده في حالة ان ال product هو اللي مفقود او unknown او انت عايز تحسبه تمام طيب فزي ما احنا شايفين ان الملتيبلاي طلع ان ال m هنا equal 6 تعالوا كمان نشوف شكل بصوا كده هنا بيقول لك ايه بقى يا جماعة نفس الفكرة كلها يا جماعة بس كل مرة فيه جزء هو اللي ناقص معك ماشي هنا ال product موجود 6 وهنا factor موجود بس فيه factor هنا ناقص اللي هو 6 equal كنا بنقول 3 times 2 هنا 3 مش عندك اللي هو ال m ساعتها ساعتها لو انا حطيت في شكل ال bar model او شكل ده اللي شبه ال bar model هدأ اقول هقول ان الفكتور ده علشان اجيبه هو اللي فوق بقى المرة دي divided اللي تحت هو اللي فوق divided اللي تحت عشان كده بقول 6 divided 2 equal 3 وطبعا حتى من غير يعني ان شكل ده جماعة طبعا عارفين لو حاجة زي كده نقصة بيبقى ده divided 2 صح على طول نقول ان 6 divided 2 خدنا الكلام ده برده قبل كده يبقى equal 3 تمام انت مرتاح للشكل ده وتبدأ تحط شكل يجي لك مسا حاجة زي كده بدأتقول هنا 6 هنا فوق اللي هو ال product وتحت هنا في factor 2 وعلشان اجيب ده ابقى انا فاهمة ان اللي فوق divided اللي تحت تمام او على طول ببدأ من شكل ال equation على طول اعرف لو في اي factor نقص بيبقى هو ال product بجيبه زي ال product divided الفاكتور التاني معاه طيب نشوف كمان حاجة بقولك عندك what number is 3 times greater than 7 طيب احنا تعودنا ان اي statement احنا بنحاولها ال equation يلا واحدة واحدة what number يبقى فيه number انا مش هعندك is تعال اقدي لل number ده symbol x اي symbol is يعني يساوي equal 3 times يعني times اهو greater than 7 يبقى 7 يبقى على طول اقدر احسب ال x يبقى هو ال product اللي نقص عندك طبعا 21 احنا نشوف solution اهو بدأ قالك ان 3 times 7 هو ادالها symbol m اي symbol زي ما قلنا طلع طبعا ان solution 21 ويبقى number اللي نقص عندك 21 تعالوا كمان نشوف example بيقولك 24 ال statement انا بمسكها وبترجمها على طول بترجمها على طول equation 24 ادي 24 is يعني equal 4 times يعني 4 اعلامة اعلامة بتاعة times more than what number يبقى هنا فيه number يعني number من الفاكترز هو النقص تعال انا نديله symbol m اي symbol طبعا على طول عرفنا ان احنا علشان نحسب ال symbol m ده هو عبارة عن ال product divided factor ده يبقى 24 divided 4 بيبقى equal m طبعا كلنا عارفين ان دي طبعا 4 times 6 equal 24 يبقى solution معاك هيبقى 6 تمام هنا مثلا اداله symbol h زي ما قلنا اي symbol مش فارق اوكي طيب نشوف كمان حاجة بيقولك 12 ادي 12 is يعني equal 3 times ادي 3 times more than what number نفس الفكرة ندي symbol h مثلا يبقى هنا equal 12 divided 3 طبعا equal 4 وادي solution معنا هنا اداله symbol a وان اي symbol مش هتفرق اي جماعة نشوف كمان اكزامن ده بيقولك write an equation لي comparison وكمان solve وبيقولك وائل 8 بيأكل 5 من الفكز وفي ال evening وكمان his brother kill 8 الموضي بتاع ايد طبعا اكله 4 times من وائل وبعد كده how many fix did his brother 8 طيب نحنا عايزين نترجم ده the equation يلا مع بعض هو عايز يحسب how many fix brother his brother 8 نديله للسؤال اللي هو عايزه ده symbol وليكن m وهو قالك انه هو كان بمعدل يساوي equal 4 times وائل يعني 4 times وائل وكان ايلينا ان الوائل ده كان 5 تمام يبقى الام اكيد 4 times 5 equal 20 ادي solution معانا كده ده symbol a مش فارق جماعة خلاص الانسر معانا هيبقى 20 نشوف كمان حاجة وتعالوا يا معا نشوف الاقزام بالده مع بعض بيقولك there were 35 adult adult يعني الشخص البالك وموجودين في الموفي theater وكمان that is 7 times the number of children in another line how many children were in this line يعني بيقولك في عدد من الادلت عددهم 35 وهم equal 7 times يعني 7 مرة من عدد ال children اللي موجودين عندك يبقى لو دينا symbol children مثلا وليكن n ساعتها هو عايز يحسب how many children يبقى على طول ان ال n d equal 35 divide 7 اكيد كلنا حافظين ان 5 times the 7 equal 35 يبقى solution معاك هيبقى 5 كمان يلا نشوف كده الحل كده مع بعض ادى symbol زي ما احنا ادانا هو n اوكي وعملنا لسا بس كده مع بعض يطلع في النهاية معاك 5 shader اوكي نشوف كمان حاجة تعالوا بقى في الاخر نشوف مجموعة ال example اللي انا بشوفها سهلة جدا في الاخر دي يعني ما بتتعبش حتى فكرة انك بتحسب حاجات هي الفكرة بس بقى معتابة انت فعلا فاهم المبدأ اللي احنا بنتكلم فيه ولا لا طيب نشوف كده ال example سريعا بيقولك عندك ال equation في ال comparison assessment وبيتتقال 3 times greater than 7 اه فطبعا 3 times يعني 3 times اهو greater than 7 يبقى انا عايزة اجيب الشكل ده اه طبعا انت هتدالك symbol انت هتحط اي symbol طبعا من خلال الاختيارات الاختيار number a وهو مديله symbol a اوكي تشوف كمان بيقولك equation اه برضو based on comparison statement وبيقولك 45 is times greater than 9 يعني انا هكتبها ان 45 is يعني equal كام times 9 طب احنا كلنا حافظين 5 times 9 equal 45 طعف اوكي طبعا اه ادى طبعا هنا مش اعيلك value هو عايز بس تكتب شكل ال equation فيه انت ممكن تدي اي symbol طبعا انا هدي symbol a لان انا شايفة في الاختيارات symbol a فلاقي solution معاك هيبقى number b نشوف كمان example بيقولك what number is 10 times greater than 13 يعني ايه النمبر وتعالا انا هديله symbol x is يعني equal 10 times يعني هو add sign بتاعت times greater than 13 يبقى ينزل بشكل ده 13 ويبقى قدامه 0 طبعا حاجة زي كده سهلة ان احنا بنحسنها طبعا يبقى solution معانا هيبقى number a بعد كده example بيقولك 24 adults and 3 children in the lion at movie theater how many times more adults will wear in the lion than children طيب يبقى بيقولك كان فيه 24 من الادلت وكان فيه 3 من children يبقى ايه times ما بينهم طبعا كلنا حافظين ان 24 4 equal 3 times 8 يبقى اذا ادي ده number of adults وده number of children يبقى العدد المرات ما بينهم او times هيبقى 8 يبقى solution معانا هيبقى number d 8 طبعا انتو شايفين قد ايه برضو examples معانا معتمدة على جدول ضرب يعني مهم انتبقى حافظوا طبعا بس هي كمان هي numbers بسيطة يعني اكيد كلنا حافظين numbers زي كده اوكي نشوف كمان حاجة بيقولك بيقولك يعني خوبها صغيرة معانا بعد كده he uses six times as many for large glass بدى باعايز يعمل كوب اكبر تمام فاستعمل six مرة من اللي استعمله من الورانج تمام يبقى في الحالة دي how many orange does he use for large glass سهلة جدا انك هتعمل times طبعا كلنا عارفين ان six times seven كلنا عارفين انه هيبقى الانسر هيبقى number b اوكي نشوف كمان example بيقولك هلا was playing basketball we she made seven times as many shots as she missed if she made 20 اوكي نشوف كمان example 28 shots how many shots did she miss طبعا حاجة زي كده هتبقى سهلة جدا كلنا عارفين ان four times seven equal to 28 وعندك هنا seven وعندك 28 يبقى الي ناقص هنا four يبقى solution معاك number d ويالا يا جماعة مع بعض نشوف اخر example بيقولك هاني is twice as old his brother his brother is eight years old which two equations can be used to find هاني's edge يعني باختصار هاني كان add twice يعني مرتين يا جماعة add عمر البرازر بتاعه بمرتين ويقولك لو البرازر عمره eight يبقى هاني عمره ايه طيب احنا ممكن نكتبها الاول الانسر بتاعتنا واللي يكون هاني هتديله هو equal to two بمعنى اللي هي twice مرتين times لعمر اخوه اللي هو الات يبقى ده شكل من الاشكال الصح معانا وشكل تاني سهل جدا جماعة ما كان هو مقالك مرتين يعني eight plus eight equal h اللي هو عمر هاني فلاقي solution معانا number c اللي هو لو فكرنا بطريقة multiplication وطبعا اداله هنا سيمبل ايه والطريقة التانية number aim طبعا طريقة وبرده اداله سيمبل ايه احنا كده يا جماعة نبقى خلصنا الفيديو انا شايفها والله برده هو lesson سهل جدا واحنا قلنا تقريبا كل الاقزامبل اللي موجودة معانا عايزاكو بقى تجربوا كده الاقزامبل وبتحلوا بأيديكو ونشوفكو على خير يا جماعة الفيديوهات اللي جاية وبفكركم في نهاية الفيديو لو دي اول مرة تشوفونا ياريت تشركوا في القناة واتفعلوا الجرس علشان يوصدقوا كل جديد بنقدموا وكمان لو بتستفادوا معانا عملونا لايك وشيروا زمالكو علشان الكل يستفيد بإذن الله شوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته